صباح الخير يا أول اليوم هو الثلاثاء الأول من كانون الأول لعام 2020 وكنا منعرف يا ماما أنه شهر 12 هو المتمم وهو شهر الأخير في عام 2020 وهو اسمه كانون الأول إذن يا أمي الأول من كانون الأول لعام 2020 اليوم يا أول لدينا اختبار نهاية الوحدة نفتح كنا يأور على الصفحة 58 نفتح على الصفحة الثامنة والخمسون يا أمي سوف نقوم يا أول بحل الصفحة 58 فقط رح نحل صفحة 58 فقط يا أمي ممنوع تبعث لي الصفحتين فقط نحل الصفحة الأولى أستعمل خط الأعداد لأجل الناتج في عندي خط أعداد يا أمي ابتدأ عندي من الصفر لحد العدد 20 عندي مسألتين 16 ناقص 7 ثمانية ناقص 3 وكنا منعرف يا أمي في حالة الطرح بننزل تنازلي من العدد الكبير للعدد إيش؟ بصغير بنحوط يا مام العدد الكبير وبننزل كما تعودنا دائما أجد ناتج الطرح مستعملا حقيقة الظعف عندي 6 زائد 6 كم يساوية أول و12 ناقص 6 كم بيظل عندي وكذلك الأمر هنا 9 زائد 9 شو بتعطيني وإذا 18 أخذت منها 9 يا ماما إيش بيظلمين؟ أجد ناتج الطرح بإيجاد 10 ركز يا ماما أجد ناتج الطرح بإيجاد 10 16 ناقص 8 16 ناقص 8 إحنا كيف تعودنا حكينا؟ الثمانية بتأخذ الستة الموجودة بالأحد وإشان نصير ثمانية إيش بدنا نكمل على الستة؟ نعد بعقلنا ستة سبعة ثمانية إذن عديت ثنين أخذنا الأحد يا أمي وكملنا ثنين بصير عندي 16 شو أخذنا منها؟ وإيش بعطيني؟ وعشرة يا ماما شو أخذنا منها؟ وكم ظل؟ 16 ناقص 8 كم بيصير عندي الناتج؟ وكذلك الأمر في المسألة السادسة أكتب الحقائق المترابط للأعداد تسعة ستة عشر سبعة إيش من الحقائق المترابط للأعداد؟ بأي عدد يا أول بنبلش؟ يعيني عليكم بتحلول إياها يا ماما؟ زي ما تعودنا عليها؟ وزي ما أخذنا بالحصص السابقة؟ أجد العدد المفقود عندي فراغ زائد تسعة يساوي أربعة عشر كم بدي يكون عندي أشوى العدد المفقود؟ خمسة عشر ناقص ستة إيش العدد المفقود؟ لبعطيني الناتج يا أمي؟ خمسة عشر بعتذر خمسة عشر ناقص فراغ بعطيني ستة إيش العدد المفقود؟ اللي أنا بطرح بشيل عشان يعطيني الناتج ستة يعني خمسة عشر كم بدي أخذ منها حتى يظل عندي الناتج ستة؟ ها؟ تذكروا يا أول؟ نحل فقط هاي الصفحة يا أمي ونبعثها عبر المنظومة فقط يا أول هاي الصفحة ويعطيكم العافية أول ترجمة نانسي قنقر